موضوع حلقتنا اليوم عن تأشيرة العمل H1B Visa هي واحدة من أكثر فئات تأشيرة H1 شعبية متاحة لأولئك الذين يسعون للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وتكون تأشيرة H1 مع ذلك ليست خيارا لأي أحد حيث لا يمنح هذه التأشيرة إلا للمهنيين المتخصصين وبسبب هذه المتطلبات تسمى بتأشيرة H1B Visa وأيضا تسمى بتأشيرة المهنيين المتخصصين مرحبا أستاذ كمال العواش شرح لنا عن تأشيرة H1B Visa شكرا راح أشرح لكم بس بدي أنبه الجمهور أنه هذه الأسبوع الثامنة وفي أول سبع أسبية ركزنا على المعلومات العامة أو الأساس بالهجرة على أمريكا بالأسابيع القادمة بدنا نركز على كل أنواع فيز العمل والاستثمار بناء على طلب المشاهدين الفيزة تابعة H1B هذه واحدة من أكثر فيز مستعملة هذه بتسمح لواحد بعكس اللي حكينا عنها قبل أسبوعين وين الواحد بيقدر يهاجر على أمريكا وفي الشداع يكون عنده شهادة هذه الفيزة تقريبا لازم يكون عندك شهادة شهادة أربع سنين نوع المهنة لازم يكون ترابط دقيق تقريبا لازم يكون ترابط دقيق